تحت اسم الركن الشديد اجتمعت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في مناورات يتم إطلاقها للمرة الأولى على امتداد قطاع غزة في رسالة واضحة بالتأكيد على المقاومة والاستعداد صفا واحدا أمام أي خطوة عسكرية للاحتلال الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية اختارت هذه المرة بأن تكون رسائلها مختلفة فإن كانت موازين القوى غير قابلة للمقارنة مع الاحتلال إلا أن قوة الحق والرغبة في الدفاع عن الوطن أخرجتهم سقورا من تحت الرماد هكذا أعلنت الأجنحة العسكرية عن بدء انطلاق مناورات الركن الشديد التي نفذها عناصر من كافة الأجنحة العسكرية بالذخيرة الحية وعبر سيناريوهات متعددة ومتنوعة على امتداد قطاع غزة من شماله إلى جنوبه لازلنا بفضل الله عز وجل على العهد لشهدائنا وأسرانا ولم نتخلف عن عهدنا ووعدنا لشعبنا بمواصلة طريق المقاومة والجهاد والكفاح ببندقية طاهرة وبسلاح مجبول بدماء الشهداء وحبات عرق المقاتلين في ميادين العطاء وبقرار موحد وعلى قلب رجل واحد ولا زالت مقاومتنا بكل فصائلها وقواها هي صمام الأمان والضامن الحقيقي للحفاظ على قضيتنا وتحقيق أهداف شعبنا مئة المقاتلين وعشرات الصواريخ شاركوا في مناورة الركن الشديد والتي تضمنت عدة أنشطة عسكرية برية وبحرية وجوية عبر أطلاق طائرات مسيرة لأول مرة من صنع المقاومة هذا الجهد الجماعي للفصائل الفلسطينية هي رسالة واحدة بأنهم في أي معركة سيكونون جيش فلسطين الأوحد اليوم رسالة المقاومة الفلسطينية واضحة في توحيد الجهد المقاوم تحت مظلة غرفة العمليات المشتركة هذا المنجز الوطني التي تراكم عليه المقاومة الفلسطينية من أجل التصدي والدفاع عن أبناء شعبنا في أي مواجهة قادمة قد يفترضها الاحتلال وبالتالي نحن كمقاومة فلسطينية موحدون نطمئن أبناء شعبنا بعد رسائل سياسية كثيرة رسلتها الفصال الفلسطينية خلال أعوام عبر الوسطاء يبدو بأنها ترى الآن أن الوقت قد حان للإعلان عن تغير موازين القوى التي شكلت صدمة للاحتلال وشعبه خلال المواجهات السابقة وستشكل تهديدا خلال المواجهات اللاحقة هذه المناورة مناورة دفاعية بالدرجة الأولى واستنهاض لحالة وتجميع جهود الفصائل المقاومة الفلسطينية على وجه الخصوص رسائل هذه المناورة بتقديري هي لعدة أطراف أولاً للاحتلال الإسرائيلي الذي يعيش حالاً من الانقسامات السياسية وحالاً من التشرذم السياسي والصراعات والانقسامات داخل الليكود ووصولاً إلى حل الكنيسة هذه رسالة وحدة وقوة في القرار والميدان الأجنحة العسكرية اختارت لغة مختلفة تخاطب بها الاحتلال عبر مناورات دفاعية ترى بأنها تأكيداً على جهوزية المقاومة للدفاع عن قطاع غزة في حال قرر الاحتلال أن يوجه أسلحته صوبهم ولتعلن قيادة المقاومة بأنها جاهزة لخوض أي معركة للدفاع عن الشعب والأرض منعوك القناة رؤيا غزة فلسطين